لكل ميدان فارسه ولكل فارس ميدانه وإذا كان للوحدة اليمنية المباركة من فارس فهو علي عبدالله صالح بلا منافس ذلك ما أكدته مجريات الأحداث وأثبتته الأيام والمواقف على مدى أكثر من ثلاثة عقود مضت فقد كانت داعية والمتحمس لها والمتنازل من أجلها والمدافع عنها حيث وقف بوجه القوى التقليدية والمتشددة التي كانت ترفض الوحدة مع الحزب الاشتراكي اليمني في جنوب الوطن على اعتبار أنه في نظرها حزب ماركسي أما من يحاول أن يخدع التاريخ فهو في حقيقة الأمر يخادع نفسه كيف لا والمحطات التي مرت بها الوحدة اليمنية تسع وستون محطة عشر منها كانت من نصيب الرؤساء عبد الرحمن الإرياني وإبراهيم الحمدي وسالم ربيع علي ابتداء من قمة طرابلس عام اثنين وسبعين حتى قمتي قعطبا وصنعاء عام سبعة وسبعين أما باقي المحطات وعددها تسع وخمسون محطة فكانت من نصيب أربعة رؤساء هم علي عبد الله صالح وعبد الفتاح اسماعيل وعلي ناصر محمد وعلي سالم البيض كان اللاعب الأبرز فيها علي عبد الله صالح إلى جانب القيادات الوطنية الأخرى سواء في شمال الوطن أو جنوبه شرع الرئيس منذ تسنمه مقاليد الحكم في البلاد على إخماد الحروب بين أبناء الشعبي والوطن الواحد وبما أن المرحلة كانت تستدعي تأسيس تنظيم سياسي موازل للحزب الاشتراكي اليمني في جنوب الوطن عمد على تأسيس المؤتمر الشعبي العام كتنظيم يضم مختلف ألوان الطيف السياسي في شمال الوطن كانت أولى هذه المحطات لقاء قمة الكويت في الثامن والعشرين من مارس بين علي عبد الله صالح وعبد الفتاح اسماعيل لوقف الحرب التصديرية الثانية وفي الثاني من أكتوبر شهدت صنعاء لقاء قمة بين الرئيس علي عبد الله صالح ورئيس هيئة مجلس الشعب الأعلى ورئيس الوزراء في جنوب اليمن علي ناصر محمد أكد خلاله الالتزام بتنفيذ اتفاقات القاهرة وطرابلس والكويت تواصلت اللقاءات الوحدوية فعقد الرئيسان مطلع سبتمبر اجتماعا في تعز استعرض نشاط اللجان الوحدوية واتفق على عدم دعم الشطرين أي نشاط معادل للآخر كما عقد نهاية الشهر نفسه لقاء قمة في صنعاء وبعد عام كامل كان لقاء القمة بين الرئيسين في تعز اتفق خلاله على تنفيذ المادة التاسعة من بيان ترابلس عام 72 أعقبه اتفاق الرئيسين علي عبد الله صالح وعلي ناصر محمد في الثالث والعشرين من نوفمبر بالكويت ثم كانت الخطوة الهامة على مساري عادة توحيد الشطرين بعد أسبوع فقط حين اتفق الرئيسان في عدن على إنشاء مجلس يمني أعلى برئاسة كليهما لمتابعة اتفاقيات الوحدة ثم كان قرار أول اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة في عدن برئاسة الرئيس علي ناصر محمد والدكتور عبد الكريم الإرياني السماح بتنقل المواطنين بين الشطرين بموجب البطاقة وهو ما أقره الرئيسان علي عبد الله صالح وعلي ناصر في صنعاء منتصف أغسط الثلاثة وثمانين بجانب إلغاء العمل بتصاريح العودة والإجراءات السابقة كأول خطوة وحدوية عملية عطلت أحداث يناير الدامية مباحثات الوحدة سبعة أشهر حتى عقد الرئيسان علي عبد الله صالح وحيدر العطاس مطلع يونيو ستة وثمانين لقاء في العاصمة الليبية طرابلس أكد استمرار خطوات العمل والتنسيق الوحدوي وفي الحادي والعشرين من يوليو وصل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمنية علي سالم البيض صنعاء وبحث مع الرئيس علي عبد الله صالح الانتقال إلى الخطوات الإجرائية لعادة توحيد الوطن وفقا لبرنامج زمني محدد أما في السابع عشر من إبريل ثمانية وثمانين فعقد الرئيسان في تعز قمة أكد فيها على تنفيذ الالتزام الكامل بما سبق أحداث يناير من اتفاقات وحدوية ثم كان الإنجاز الأبرز في الثلاثين من نوفمبر عام تسعة وثمانين حين وقع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الرئيس علي عبد الله صالح والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمنية علي سالم البيض بعدا اتفاق إعادة تحقيق وحدة الوطن بالمصادقة على مشروع دستور دولة الوحدة وفي الثاني والعشرين من مايو عام تسعين خرج كلاهما إلى باحة القصر الجمهوري ليرفع عالم الوحدة خفاقا ظهر الثلاثاء إذانا بتحقيق أهم أهداف الثورة اليمنية السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وميلاد الدولة اليمنية الموحدة ويبقى الثابت بل والمؤكد أن عين الشمس لا تحجب بغربال والتاريخ يسطره الأبطال ويكتبه الرجال أما الظواهر الصوتية الآنية فسرعان ما تتلاشى لأن ما بني على باطل فهو باطل فيصل الشبيبي اليمن اليوم